مليون طفل إضافي تتهددهم المجاعة في اليمن رقم جديد يضاف إلى خمسة ملايين ومائتي ألف طفل لا يعرفون متى ستأتي وجبتهم التالية أو ما إذا كانت ستأتي فعلا بحسب منظمة أنقذ الأطفال الدولية فإن خطر الجوع الذي بات يهدد الأطفال تفاقم مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتصاعد القتال في مناطق عدة من بينها محافظة الحديدة المديرة التنفيذية للمنظمة هيليشميدت حذرت من أن هذه الحرب يهدد بقتل جيل بأكمله من الأطفال الذين يواجهون أخطار متعددة من القنابل إلى الجوع إلى أمراض مثل الكوليرا أخطار تضاعفت مع احتدام المواجهة في الحديدة ما يجعل أثر المعارك على الوضع الإنساني كارثية بشكل يمكن أن تسبب في مجاعة على نطاق غير مسبوق في حال حدوث أي اضطراب في إمدادات الغذاء والوقود التي تمر عبر ميناء المحافظة بحسب المنظمة خاصة بعد إعلان قوات الحكومية تمكنها من قطع الطريق الرئيس الرابط بين الحديدة وصنعها حيث يعد خطا مهما لإمداد مناطق سيطرة الحوثيين وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية بنسبة 68% منذ 2015 هناك ثلاثة من بين كل أربعة من السكان بحاجة لمساعدة غذائية ونحو ثمانية ملايين منهم يواجهون خطر المجاعة بحسب الأمم المتحدة ووسط هذه الأرقام المرعبة تتصاعد المخاوف من كارثية الوضع الإنساني الذي امتد إلى معظم المناطق في البلاد وبات هم المواطن فيها أن يؤمن لقمة عيش تقيه خطر الموت جوعا اشتركوا في القناة